اشتركوا في القناة اتنين وعشرين عشرة الف وتسعمية اتنين وتلاتين معلش اتنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل اتنين معروفة ان التلاتة اكبر بالاتنين انتو في العربي بتقولوا اتنين وتلاتين فبالعقل كده الاتنين الاول فخلاص انا هتصرف لا تفتحش طب جربي كده تاريخ ملدي تاريخ ملديك انت هيفتح الخزنة ليه عادي يعني ما هو بيفتح الاميل بتاعي الباسرود على الاتم متع جده كام يعني ايه الاتم دي الاتم اللي هو الرقم القومي يا ابني رقم قومي ايه هو كان لحق الرقم القومي الاتم دي البطاقة الاتيمة عشان كده اسمها الاتم الهاد الوقت بيسموها الاتي مش لما تجي تخش المكان يقولك لو سمحت هات الاي تي بتاعك انت بتخليفين ايه اللي بتقولوه ده ده تقالف اول مكان ده بيخلان فكر بشكل متخالف ونفكر بشكل علم شوية انا ممكن شوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده يعني ايه رقم العدد فين ده رقم العدد الموجود على المجلة من بره سعي انا بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم اتفضل ايه ده فين الفلوس وعددي الفلوس في اين فين فلوس ايه متخلفة انا 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 فاتحين الخزنة قدامك اهو في زفت مجلة ايوة طب احنا هنعمل ايه دلوقتي هنعمل ايه يعني هنقفل المرسم ونروح ما احنا لقينا مجلة تانية يا نيلي ما هممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا لفلوس لغز جديد ازاي يعني بقى بشفاهمة ازاي الافلام الاجنبي بالزبط عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيلي الكنز يتقيعوا في مكان ما تقولش كنز الفلوس الدهب يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل احنا نمش ورا الدليل الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس اهه زي فيلم الكنز القومي ايه دا الكنز القومي ناشونال تريشر تب دول ايه بتاع نيكولاس كنز اه لا نيكولاس كيز لا 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 انا مش هادر استحمل الناس دي في حياتي مش قادة تستحملي لي يا حبيبتي اللي عالدي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف طريق الفلوس طب وعلى ايه ما نحل الكلمات المتقطعة يمكن جده سيب لنا فيها عسالة زي اللغز اللي فات صح والله ايه انت عايشة في افلام قوي طب هاتي هاتي المجلة والقلم هاتي ليه انت تحلي انا هحلي اه هتحلي ليه واشتلس عما تقولي افلام هاتي يلا احنا شركة زي بعض انا ممكن احلي قطعة وانت تحلي قطعة بقولك يا بتانتي انا مش نقصة تفاهة وهيافة هاتي المجلة بدل ما خليك انت قطعة لا انت هابلة بقى انت بتتكلمي ازاي كده انا مش عشان تكتلك عند عما بندل وفي البيت فكريني اسكتلك على طول البلي ايه وبلي سوف تعمليني ايه اي هابلة يا حبابتها لا لا بسكتبوا 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 ماذا خير؟ انتوا مين بقى لامغزة؟ أه؟ بندق بزكا ببندق انت فين امغزة بقى لك بندق أهلا العمدق أهلا العمدق حبيبي بزكا ببندق حشني انت عمي بايه؟ الحمد لله سنين ما شفت أكسب اليوم من كاوة لا الحمه ومغزة ممات أهه ببندق حشب الظروباء والدنيا وكده أهو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة ده كان حبيبي أكيد انتوا بقى أحفاد بالكاوة صح؟ واضح ان حضرتك زكي ولماح يبقى انت بقى أكيد شريهان بتاع بحليب واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص أنا نيلي واللي لبس بطاطس هناك دي هي شريهان بطاطس في عينك أنا شريهان يا بيه شريهان ونيلي أبقى أنا بقى عم فؤاد يا-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها ح Theirşола جديكن ده أصلا الله الحام وكان صاحب الروح بالروح أنا أعرفه من أئم صور 52 حضرت معاها تقميم الخنال حضرتها بال.. والحدوال السلسي وحضرت معاها فتتاح وينبي يا-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها إلا حلوي يلا الالقتтяعشان إحنا اه تبتاعار فيeth كل حاجة طب ليه مش هانحليت كلمت المتقضعة طيب؟ المتقضعة ايش Leiش تأخر على ايه؟ واحنا فيه حاجة في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز لغز؟ اه لغز ايه مغز؟ اللغز اللغز ايه الحياة كلها الغاز والدهب ما هو تحرف البنت دي اخلا؟ شاية حابتين بتحب انها تحل الغاز بتاعت جدها ما شاء الله يا قلت يا قلت وعشان احنا العربية مستنيانة تحته ها؟ نقلص خلص يلا 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 خلينينا نشوفكم بقى انا مكتبة مواخزة هنا فوق المرسب على طول لو عشتوا حاجة حلول يا طب الخزنة السرية احنا سايبانا مفتوح نيه 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 نمشي سامة بود اه مع السلام عمودة خلينينا نشوف احتي وحشتي احتي محك المفتاح ايه فين امت بقى وسلام عليكم الف سلام الله يسلمك بس لا تصدق عم دهب ده شكله رجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال لا وده مخفيف جدا ما قوتني متضحك لما قاله وامبي دي ما قدرتش اه بس انا وامبي دي مضحكتنيش بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي تنرفزه بسرعة ويهدوا بسرعة دول ايوا هو تحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه اه واللي في قلبه على لسانه صح ما لش انتو بتتكلموا عنا عم دهب ده؟ اه كل ده لحقته تعرفوه في الضيئة اللي وقفناها مع الرجل؟ عادي يعني اصلا انا ليه نظف البني ادم نظرة ايه وزفتي ايه اللي بتتكلمي عنا دي؟ عمك دهب عمك دهب الرجل طيب رجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه، تعدي سوابعك ولها ده ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح سرق فلوسه كلها حب جدك بقى يديله مغرز أم قاله هات حبت فلوس كده هو اشغالهم معايا كده في مواشروعة أم قاله خد خد جدك الفلوس وكل ما دهب ييجوا وله مناوعد نتحاسي بيقوله ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعدين لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها لأ أنا دلوقتي مش فاهمة يعني جده أخذ من الراجل ده فلوس أيوة يعني جده كان حرامي لا يا بنتي جدك كان شريف الحرامي صحيح هو دهب خد منه فلوسه جدك الحابة اللي خدهم بس جزء من اللي يسرقهم هو عم دهب أنا حبيت أقول لكم بس اللي دهب ده خبيس ومكار خبيس ومكار على نفسه احنا ما إنا واحدة عن تشوفه تاني بفق طعمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته أنا هضطر أستاذن بقى إذا عزتوا مني أي حاجة اتصلوا بي وأنا هاجي دوخلي حلطول تستاذني أنا شاكك أصلا أنت تعفت رواح بيتكم أصلا لا 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 أنا بركب أي حاجة أوصل للبيت بتركب أي حاجة ده ساكن فين ده هيدخل ده حصل على رايس هل ليه يدخل بساك فولة مالك بساك فولة ضحي موظف موظف مين في حاجة تاني؟ لا بس أنا لو من دول ماشي خفيف خفيف عشان فيه الجانب طب خلي بالك بساك بكل في حاجة وأنا توعد عليها لا 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 ما فيش حاجة بالطمئ بطمئ خير يا مالك أنا عايزك أضاح شقاوة طب تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة وحيعملوا الفوزير السنة دي ولا قد صغر؟ فوزير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان أحفاد مكاوي مكاوي مين؟ ما انت لو تخرز وتسبع الكلام حتفهم الحكاية أوامر كمالك مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غادر بيا وسرقني وفي حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا ومن موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي وطبعا فلوس يفوص ليهم ولما مات الفلوس اختفت محدش عرف راحت فيه وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته وظهور نيلي وشريهان أحفاده دول معناها انهم لقوا سكة على الفلوس دي فهمتك يعني انت عايزني انخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس لا خرب بيط غباوتك ولما تخلص عليهم انا حسفيد ايه؟ باسعي انا عايزك تحط عينك عليهم ترقبهم لأربعة وعشرين ساعة تعرف هم ساكنين فين؟ بيروحوا فين؟ وبيجوا منين؟ وبياكلوا ايه واشربوا ايه؟ وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغ هالي خلاص استبينا بس الاول اتفع على عرقك سامع تقول عملية زي دي ما اخدش فيها هالي من مئة الف هايف لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا خلاص تمانين الف هايف الله ما لقيت هايف منك اخر كلام خمسين الف هايف خمسين ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند لا مأجر ضاعي وساعدتك عارف من هو ضاعي من عشان عارف من هو ضاعي مفيش اكتر من خمس تلاف جنيه قلت ايه؟ وانا مش حاكسر الخمس تلاف جنيه دول معاك يا مالك ده انا خطفتلك ابن شريكك باربع تلاف جنيه وسرقتلك وراء الارض بتاع الصحراوي بتلات تلاف جنيه وشلتلك عربية البطاطا لتحت البكتب عشان تعرف تركن وخدت في الاخر كوزين دورا هم خمسة قلت ايه؟ خمسة خمسة مش حكسر كلمتك يا مالك بس اللي انتقلت عليك بتجيبلي الفواتير بيها وانا حاسبك استبينا هلتاك جزانة بقى؟ فيه راح فين؟ هروح اراقب نيلي مش راقب طب ممواخزة يعني تتعرفش كلهم؟ لا بتعرف هم ساكنيه فيل؟ لا بتعرف هدو وصلوهم ازاي؟ لا لقى تلوقك يا اخي كله لقى لقى وما راح تعمل ايه؟ اه صحيح فتاة ندي اه عشان فتاة تاكني هم ثلاث بواقع ما بش غيره محف بس خلاص هنا يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايز اتكلم مع اسفة حاجة كيش يلا شوش يلا خلاص يا صاحبي على اتفانة تسيبلي المفتاح العربية وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله انا بديش عربية لحد انا اصلا ايه ده ايه؟ ايه يا عم احنا بالصحابه ولا ايه؟ هو صاحب لي عندي صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه؟ ايه ده اول مرة اشوفك النهاردة هو انت مبتؤمنش بالصحابين من اول نظرة؟ انت عايز من ايه؟ انا عايزك في الخير تمان ده التالي القدم اوعى فكرة خدتي باليك بابي يقول ايه؟ خلاص خلاص يهاني احنا مشاكرين او يا الله يا اخي سيف على التوصيلة الجميلة دي يعني احنا مكناش عارفين هنركب مواصلات ايه؟ ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدا شكرا 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 ربنا يا ربي يكرمك ويديك السحة يا ربو يعال لي مرتبك قادر يا كريم يا رب مرتبك ايه؟ مرتبك ايه؟ مرتبك ايه؟ يا مرتبك يعني شو الله يعني يقلب لك العباية جيب ايه العربية انا شكرا 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 خلصتوا التساول يلا تفضلوا عشان قلتلكوا عايزة اتكلم معا في حاجة وهجلكوا كما تسأخيش أوكي يلا شوش نيلي كنت عايزاني في ايه يلا اطلع بسرعة ايه ده يا فر نطلع في حتة ضرمة اطلع بسرعة فاهمت بعدين يلا اطلع بسرعة يلا حاضر نيلي هو انت جعانة قوي كده معلش سوري انت مش فهم انا ما باكلش عندهم خالص بيأكلوا حاجات غريبة عارف النهار ده كانوا هيكلوا ايه ايه بطاطس في الملوخية ما فيش حاجة اسمها كده وصول والله العظيم اي سواء بطاطس ما قطعينها كيوبس كده وحطينها في الماء الاخضر بتاعت الملوخية لأ ما هي دي مش بطاطس والماء الاخضر دي مش ملوخية ده دقوا الاس في السلق اللي هي الماء الاخضر ايه السلق ده السلق ده نبات السلق ده بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغاية ما اللي بقى لازج ايه ما اللي بقى لازج قوي طب خلاص خلاص ما تقوليش عشان له في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله حل حل ام سوري حاضر مراضف افكار مختلطة رأسي سيف انت كويس كويس ايه معايب هاندول لو عايز ليه باندول ليه مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطة في رأسك اه لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان عارف دماغيك بتروح فين رأسي يعني بالطول الكلمة بالطول رأسي افقي بالعرض يبقى كلمة بالعرض اوه فهمت اوكي افكار مختلطة افكار مختلطة افكار مختلطة خواطر بالزبط جمع دب دباديب ايوه في اللغة العربية اسمها دبابا دباديب ديف حفلة التامر وتامر عشور مش حسني اوكي يا زريف عكسي اشتري ما يشتريش يا سلام ايوه طبعا عكسي اشتري يا بيع وما يشتريش اوكي وما يشتريش بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فهي بيع ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع اقولي الكلام بقى ده لجده مش ليا اوكي بس متقوحش معايا ابن الابن ايوه انا عارفة دي اعز الابن اعز الابن ايه اعز الابن ابن الابن اسمها اعز الولد والد الولد whatever لا دي بفاش واريفر دي معروفة دي اقوال متورصة بعاني بصي ما تتكلميش مش انت اللي بتسأل انا ما بسألش انا بفكر بشوت عالي طيب حلس حل بقى يبقى قولنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور ميسي ميسي ازاي العدد ده مكتوب سنة 85 يعني ميسي مكانش موجود في الدنيا اصلا مكانش تولد صح اوكي انا مش هتكلم خالص بأب جد ياريت ياريت حرف جر في حكاية قصة سارق السفن كرسان كرسان يبقى فيه قصة حفيد الكرسان الحل في قصة حفيد الكرسان لا طبعا اكيد مش هنسافر الحل عند جوني ديب جوني ديب ايه ايه علاقة جدك بجوني ديب اوك هنشافه مش انت بتقول كرسان جوني ديب كان طالع كرسان في الفيلم ايه 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 اللي علاقة وما فيش كرسان غير جوني ديب ها ده الكرسان اللي انا عرافه في حياتي بقى طب هنلاقي فين حفيد الكرسان ده احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة حفيد الكرسان حفيد الكرسان حفيد اهو حفيد الكرسان ياس برافو 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 علي بجد ام جينيس ومحتقتش للفالوتة اللي سماش ري هندي على فكرة انا اللي حلتها ايوه ساعتين يعني كيه استنى بقى عشان اقرأ انهم ليسوا معنا انهم ليسوا معنا انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا سيف اتفضل قراءها كده انهم ليسوا معنا يعني ايه ليسوا بقى طب مش اقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ليسوا ليسوا جروب اف بيبل اسمهم ليسوا الناس اسمها ليسوا هوا انت بيتبررني اي حاجة قصة خيالية ناس كانت بحاجات بصي انا هقرأ القصة انا المقراها وهفهبك اوكي اوكي يا ما هذا المكان القديم وديد انا رأي على بيت حقا حسنا دي اااااااا مصة ستي اااااااا كان ياماا كان كان فيه ولد يبقى حفيد كورسان الكورسان ده كان عنده كنز كنز كبير فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه هااا سيف الجاكت ده كنزه واو الشاكت اللي تلبسه كنزه ايه العلاقة بالجاكت اللي تلبسه كنزه باللانا بقوله دوت سيف ما نزحقش احنا in public انت اللي بتنرفزيني ما تنرفشنيش أنا قلتلك أول حاجات جات في دماغي ما تقولش حاجات جي في دماغك دلوقتي خلا نخلص واضح إن أنا مش عارف أحل اللغز نتكلم حد بقى يساعدنا نتكلم عما بندق تكن البندق نفع نفسه ده رجل متخلف نيلي مفيش حد تاني فعليك وينفع نسأله مفيش غير بابي بس بكلمه الطول اليوم في السجن موبايل ومقفول طيب أنا عندي فاكرة مش أنت عندوك شركة شحن؟ أه في مركب عندوك اسمها البطة الشاقية سيف إيه؟ إحنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة أكيد مش هيبع عندنا مركب اسمها البطة الشاقية إحنا عندنا ثلاث مراكب الدلوعة فلافيلو والغرقة دي كان اسمها الزبابة الملعونة الدلوعة وفلافيلو دول مش اللهم أبقوا في المزلاط اللفة ب 2 جنيه اللي هي جنب الوتوبس النهر دي تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكاء حاكاء صح؟ سيف بص عشان ما نتخنقش أنا زهقت خلاص وعايزة أمشي وأنا كمان تعبت بصراحة طب خلاص تعالي نمشي للوقتي والصبح نيجي فرش نكمل بصراحة عندك حق بصراحة عندك حق بصراحة بصراحة انا مش عايزة اروح البيت عندي صباح وشريهين وعاود في بيتهم انت مش فيهم بيتهم عامل ازاي طب أبات فين؟ تعليقات عندي نعم اه اعتبرين ما اقولش حاجة ما ياسف بص انا نوي اروح البيت عندهم انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتزلل لهم عشان اروح البيت عندهم بص انا مش عارفة ليه حاسن ان الناس عندهم حاجة مهمة انا مش عارفة هي سايبانا السيط تجي نعمل بيها ايه بقى وجيب تاكل زينا ولا بتتسقي زي الزر انا مش فاهمة اقطع درعي عن مكان الشي البيت دي خادت المجلة وخلعت بيها وراح تدور عالفلوس وهتحلق لكو كلكو تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا تلاقيها راحت تجيب حاجة او جاية اكيد يعني مش هتطرع وبتسيب الست دي هنا تجيب ايه؟ انت وصلك هابلة يا بنتي زمانها دلوقتي عارفت مكان الفلوس واحدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معايا بتاع الكاية ده هاي شريهن حبيبتي عاملة ايه؟ وحشتيني قوي بص يا انا جبتلك معايا ايه؟ بالله الشبح الكبير شفت بقى ظلمتها كان بتجيبلي الشبح سبحان الله لسه بقولهم اكيد واستاذا نيلة اخرت عشان بتجيب الشبح ياض انت مش لسه ايه يمكن تبقى خلعت بالمجلة ايه يا بنتي ايه ده ايه ده؟ طب تصدق انت يا سنت كل ان انا اقول حاجة زي كده؟ اصدق عادي جدا ايه ده مكنش العشن فاوس طب تعالي شوفي ستك اللي مكلتش حاجة من الصبح دي عملتلها ساندويتشي مكلتش عملتلها شربة ما شربتش حطتلها فول ما فولتش جبتلها دورة ولب خشابي ما ازقزتش اه واقعدني على المقاشة ما طريتش ممكن تكون كانت مش جعانة بس هي بتاكل اي حاجة عادي طيب اقوم حضر الا عشة زمانها جاعت اعمليلي سوشي ايه اه 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 عرفاه مش ده العدسة بوجب بقى ايه ده انا فيك ايه ده وانا وانا خالتي اعمليلي بقى بفتيك وشعري بالسكر وانت ايه حدا قالك ان انا يا رحمة تفتحها يا سبيل ما تقوم يا وقت از اتفك وتغور من هنا الوقت اتقخ مش تايفنا نسوال لوحدينا ده احنا نخاف على سمعتنا حلوة حلوة سمعتنا دي انت حتتريق طب قوه قوم يا رحمة قوم يا ادور اين عرض اتفك يلا طب ساندويتش في السريق حتى اقل لك ان انا برب اعجول طب انا ما خدتش سمعتنا انت غور من هنا كتاكداية شو شو هارينجيلك تكلميني انت جايبه هنم من داية دايما كده على بطنه على بطنه كتكنينا فتنقيتك يلا يا ابلامين يلا يا حلوة تعالي وراي عشان تقوليلي اللي انت يطلباه ده العدسة بوجبه بيتعمل ازاي تعالي الشبح اخد عينك فيه هاتي المجلة بقى عشان احل الكلمات المتقطعة على فكر انا قرادة حلية الكلمات المتقطعة حلية الكلمات المتقطعة يعني انت ما رحتش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت لا اواللهي بس انا كنت قادة في العربية زهقينة يعني انت حافة سيف بيفضل سيكت فقلت تسلى طب هاتي المجلة انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقطعة ولقيت ان الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان واقعدت انا وصيف بنحاول نفهم اي حاجة مفهمناش قعدتوا قعدتوا فين بقى قعدنا في العربية كان في اشارة زحمة قوي فكنا منتسلى في ايش رهيان ماشي ماشي انا تقعيبا فهمت فعلا بالسرعة دي طب صداقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه لا بليز قوليلي بقولك بليز هقولك ايه تاني قوليلي لو سمحتش لو سمحتش ماشي فلايت كان اداني فلاشاية فلايت؟ هو مستر مونير اسمه مستر فلايت عشان هو المؤخذة اه اه اوكي مهمت المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المغزن بتاع مينا بورسعيد العمال بقى كانوا بيجردوا المغزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملاف بتاع المغزن كان فيه بقى تعيبا حويات هي هي نفس الحويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا انت متخلفة بقى طب وهنوح بعيد ليه منا معايا الفلاشاية في السنسلة الفلاشاية والسنسلة في نفس الجملة حرام عليك يا شريهان انا هقوم اجيب الفلاشاية انا كمان اقوم اجيب العبطال